الاسبوع اللي فات احنا كان معنا تقرير خارجي عن مركز العزيمة لمكافحة وعلاج الاتبان اللي موجود في محافظة المنة وروحنا هذا المركز وبعد الحلقة ما خلصت الحقيقة لا واحد من التقارير اللي يعني انا شخصيا جالي على التليفون اكتر من 181 حالة وده على فكرة رقم مش قليل لان المية 182 حالة اللي كلموني دول ناس يثقوا فيه فبالتالي اللي بيقولي انه ابني مدمن والسيدة اللي بتقولي ابني مدمن والاختي اللي بتقولي اخويا مدمن او اختي مدمنة والبنت اللي بتقولي بابا مدمن حصل وعلى فكرة من كافة المستويات يعني انا مش بتكلم على حد غلبان لأ فيه ناس فيه سيدة كلمتني بتقولي انا صرفت على ابني اكتر من مليون ونص سنة اللي فاتت واللي قابليها وابني مش عايز يرجع عن الادمان مش عارف اعمل ايه مش عارف اروح فين واجب منين وودته الخانكة وبعد كده الخانكة وديته على طريق حاجات خاصة فيه مراكز علاج خاصة وبعدين كلمت خدت وسطة وودوني مش عارف فين وعملت الخلاصة بتاعة الموضوع كله الخلاصة بتاعة الامر ده احنا ما كنا منتكلم على مركز العزيمة للعلاج الادمان العلاج ومكافحة الادمان في المينيا احنا كنا وانا معاكو تماما انا معاكو تماما انه التقرير ادانا يعني نوع من الامل في العلاج ولوع من الشياكة في العلاج ونوع من الادمان العزيمة قدام حضراتك العزيمة المينيا ونوع من الثقة في العلاج لكن الاجبل من كده ما انا برضو هارجع تاني ان مصر فيها حاجة حلوة ان بلدنا فيها حاجة حلوة ان ده حكومة ده تبع الدولة اللي انا بتكلم فيه ده تبع الدولة واللي حضرتك ممكن تتصد بيه حضرتك بتصلش بيه انا او بتصلش بيه ليه بقى انت بتصلش باشخاص انت عندك رقم اسمه الرقم موجود عند حضرتك 16-0-23 16-0-23 حضرتك هذا الرقم وانا يعني انا لد سبعة دولات على لدات سبعة عندي بحيث انه الناس اللي يكلموني كلهم على رأسي وعلى يعني قيمة وقامة كبيرة ومبسوط ان ولي الامر لما بيشوف حاجة بيجري عشان يعالج ابنه واي ولي امر سيدة او رجل او بنت حتى البنت مسؤولة عن ابوها امها في الاحيان لما البنت بتحس ان فيه خطر هي بتسعى انه تزيل الخطر ده عن ابوها او عن امها او عن اختها او عن اخوها حاجة اسرية كده لما بيكلمني فان انا عظيم وبشكره بشكره بجد انه في المنطقة اللي هو فيها فيه واحد مدمن وهو متبني علاجه وصرف مبلغ كبير عشان هزا الشخص يتعالج ان هو عامل ده لله وهزا الشخص يتعالج الشخص وداه ويهرب وداه المكان ويهرب طيب الحل ايه هنا الحل فيه موضوع معالجة علاج ومكافحة الادمان اللي الصندوق منتبني هذا الامر صندوق علاج ومكافحة الادمان وتحت اشراف مباشر للدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق وتحت اشراف عام للسيدة وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج هذا الامر محل احترام من جانب دكتورة نيفين القباج رئيس مجلس ادارة الصندوق الدكتورة عمرو عثمان هو المسؤول عن الصندوق الرقم اللي انتو حضرتك اللي انا قلت عليه دلوقتي الوستاشر زيلو تلاتة وعشرين هذا الرقم حضرتك عندك حالة في حالة ادمان او حد مدمن في المنطقة اللي انت فيها في الشارع اللي انت فيه في البيت اللي انت فيه اتصر بهذا الرقم وبسرية تامة وبثقة تامة وباحترام تام قلهم انا عندي الحالة واحد اتنين تلاتة اربعة اللي بيتلقى منك الامر حيتعامل معك بكل احترام بكل تقدير بكل سرية بيراعي ربنا وهو بيتلقى منك المعلومات اللي حظتك بتدقاله وإحنا لما جينا نعمل اللقاءات دي كنا بنستأذن اي حد بنعمل مع لقاء اللي هو تعافي من الادمان اللي كانوا في مركز العزيمة الاسبوع اللي فات اللي احنا ازعناها بنقول لهم نصوركم ولا لا يقول لك صور وكان الغريب اللي محدش قال لا ليه ليه محدش قال لا ليه كان فيه تعليق قوي من حمي محمود في الورشة بتاعت النجارة لما بسأله بقوله انت زعلاني ان انا بصورك عن محمود شكلك كده بش مرتاح معاي قال لي بالحكس قصرنا لسه متعافي قريب ده انا اول مرة تكلم وانا معافا اول مرة تكلم والناس تشوفني مش مدمن طول عمري بقالي ده هو بكلامه بقالي ستين الناس بتشوفني مدمن لأول مرة يا فندم بتكلم قدام الناس ويد رسالتي هو بيقولها ويد رسالتي ان انا الحمد لله رب العالمين قوي وصحي وعالجت نفسي وان شاء الله بإذن الله اطلع مفيد المجتمع الرسالة اللي وجهها برضو احد احد المتعافين من الادمان وجهه الوالدته وبكى في هذه الرسالة المؤثرة وبكى حتى قلنا له هذا الشخص هذا المواطن هذا المواطن ان شاء الله بإذن الله وانا متأكد ان شاء الله بإذن الله هنجيب رقم تليفون واروح له بيته هروح له بيته اول ما يرجع بيته معافة تماما انا هروح بس عشان اشوف تجربته ايه هذا المواطن احنا مشينا خلاص ندانة تاني قال انا عايز اوجي الرسالة الوالدتي اللي جابتني هنا الحلقة بتاعت النهاردة اللي انا بتكلم فيها دي انا بتكلم عن التعليم الفني وبتكلم عن الادمان انا بتكلم عن بناء انسان بناء شباب بناء مواطنين احنا عايزين حاجات كتير او تتصلح جوه البلد منها العقلية دي منها الوعي اللي انا بكلف حضرتكو عليه ده اشتركوا في القناة